في صالة الكبرى للمعهد الوطني للشباب والرياضة انهت الفدرالية الشادية للتنس الطاولة انشطتها الموسمية للعام 2020 و21 بتنظيم الدوري النهائي للتنس الطاولة حيث اجريت المباراة النهائية على شكل سباعية واحدة وقد فاز اللاعب فابريس على خصمه الحاجف السباعية ب11 هدفا مقابل 4 ومن ناحية البنات فقد اظهرت اللاعب شارتي تقدمها بالتحكم على الضربات لتخسر نظيرتها ادلين المباراة ب11 هدفا ل13 هدفا تسعى الفدرالية الشادية للتنس الطاولة من خلال هذه المنافسات الى اكتشاف مواهب الشباب الناشئين لتكوين فريق رابطة انجمينة للتنس الطاولة بالتنسيق مع اللاعبين في ولايات البلاد حتى يتم تكوين منتخب وطني لتنسي الطاولة هذا ما افاد به الامين العام للفدرالية الشادية لتنسي الطاولة توكمبي بوريس اشتركوا في القناة